من الشيعة من إن شاء الله حتى الشيوعيين يسبعوا شكولون هنا لك استجواب في هذه القضية والاستجواب يعني يقدم إلى وزير الشؤون الرجيب من قبل كتلة العدالة إذا لم يحل مجلس الخرجين الذين استضاف النهضة يعني ملتقى النهضة هذا منيع من قبل الوزارة الداخلية وهذا أمر خطير عندما يمنع ملتقى وتأتي جمعية لإقرار هذا طب قبل نظر عن الملتقى أنا مستغرب أنا أشوف الأمانة إحنا في الكويتين يمكن أنا أقدر أعطيك يمكن أكثر من ملتقى حصل أخطر من هذا الملتقى أنا ما شفت إلى الحين حصلت ملتقيات طائفية وحصلت ملتقيات قبلية وحصلت ملتقيات عائلية وفي أوية مقيتة جدا مصلحية عنصرية عنصرية واضحة جدا فيها واضحة راعة العنصرية فيها وحصلت أيضا لجان وتكتلات وحملات تحمل النفس العنصري وتطبق النفس العنصري ما شفنا قامت عليهم القائمة ايش معنا هذا الشي انا وللأمانة لست مؤيد ولست معه لكن انا اتمنى ان نسمع ونشوف وبعدين ونقرر لا نحن لا نتحدث عن الملتقى نحن نتحدث عن المنع ومن ثم استضافة المنع لا يجوز المنع لا يجوز ان تمنع شيئا ما لم تثبت ادانته اذا كانت ادانة انا مثل ما ضربت لك المثل الامام علي طبعا لست كمثل الامام علي بس انا قاعد اقول لك على النواية مستحيل ان تستند يعني بمستندات مقنعة للاخرين والمنع اللي قاعد يصير الان هي مجرد وسائل العلام تضغط باتجاه معين تكتل تضغط باتجاه معين تخوفك مرة مثلا من ناحية العقائدية ومرة يخوفونك من ناحية السياسية من اجل مصالحهم لكن المنع لا يجوز خلنا نسبع شيء يصير وبعدين نقرر عنه طيب نرجع الى قضية الحادث المؤسف للفريق الكويتي الذي تم الاعتداء عليه من قبل ثلاثين شخصا بالسكاكين والعسوي في الامارات انا والله صورة ابو منصور الامان انا قرأت اعتقد بان ما ودي انا اخوض اكثر او اتعمق اكثر بس اللي فهمت انها مشكلة فردية وان هناك حادث هذا الحادث بني على حادث سابق ما بين متسابق كويتي ومتسابق اماراتي واعتقد بان فردي لا يرقى انه يشكل مشكلة ما بين دولتين خليجيات ودولة شقيقة وايضافة الوزير الخارجي يقدم اعتذار وفي نفس الوقت ايضا لا ننسى ان تطبق او ان يأخذ الحق الكويتي بان تطبق العقوبات على من اعتدى على هذا الفريق نرجع الى قضية حتى نختم بس ما نبالق هي مسألة عادية جدا لكن اليوم في توجه هي هم في ارض الامارات وهناك من يقوم سواء على مستوى السفير او على مستوى حكومة الامارات بس حتى نختم في هذا الخبر حول صرف كادر المعلمين تعتقد ان المسألة منصوختها الحكومة حول هذا القضية طبعا يطوروا الاسباب هناك يقول فيه ثقرة يعني فيه مشكلة في القانون نفسه لم يصاغ بشكل قانوني غير انه لم يصاغ بشكل قانوني اعتقد ان هناك من وضع العصر في الدولاب لانها لانه اخذ قياس السياسي بانهم فعلا بهذه الثقرة فتحوا ابواب جهنم على مصرعيه من قبل المطالب بالكوادن من جميع الجهات الوزارية والحكومية تطبيقه مستحق؟ والله الامان للمدنسين المدنسين ما في شك انه مستحق طبعا لكن لكن انا انا لي مثلا التحفظ من ناحية الزيادات والعلاوات اعتقد بانها مبالغ فيها جدا مبالغ فيها طيب نشكرك زيد بغيام و يعني لأريحتك وكذلك طرحك الرائق في برنامج ديوان الصحابة الله يسلمك شاكل لك أعزائي المشاهدين وصلنا وياكم إلى نهاية هذه الحلقة حتى نلقاكم في حلقات مقبلة نستبدعكم الله ومع السلام اشتركوا في القناة